موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامج صحبة أمل لعلاج التواحد في أمريكا موضوعنا اليوم هو التواحد وتأخر الكلام وكيف نفرق بينهما فكل تشخيص يختلف عن الآخر يوجد تشخيص اضطراب طيف التواحد وتشخيص آخر لتأخر النطق والكلام وقبل البدء أقول لكم عيد أضحى مبارك لسنة 2024 عيد مبارك للجميع نبدأ بشرح الأعراض لنفرق بين اضطراب طيف التواحد وتأخر النطق والكلام أول صفة هي التواصل البصري بالنسبة للأطفال الذين لديهم فقط تأخر نطق أو كلام لديهم تواصل بصري جيد بل ممتاز عكس طفل التواحد الذي لديه تواصل بصري من متوسط إلى ضعيف ثاني صفة الاستجابة للنداء الطفل الذي لديه اضطراب لا يستجيب للنداء بسبب المشاكل الحسية التي دائما تكون من متوسطة إلى مرتفعة المستوى وخاصة مشاكل التكامل الحسي للأصوات لكن بالنسبة للأطفال الذين لديهم فقط تأخر نطق أو فقط تأخر كلام فليس لديهم هذا المشكل ونلاحظ ذلك أثناء النداء للطفل نلاحظ أن الطفل استدار واستجاب للنداء بسرعة ثالث صفة وهي التفاعل والتواصل مع العائلة وخاصة الوالدين بالنسبة للطفل الذي لديه فقط تأخر نطق يكون تفاعله وتواصله مع الوالدين جيد جدا بل ممتاز لكن العكس بالنسبة للطفل لديه اضطراب فرط حركة أو اضطراب طيف توحد أما الصفة الرابعة وهي التأشير بالأصبع الطفل الذي لديه فقط تأخر نطق أو كلام يكون يشير بالأصبع عكس الطفل الذي لديه اضطراب طيف توحد أو اضطراب فرط حركة يكون لديه نقص كبير في استعمال الأصابع وبالذات التأشير إلى ما يريده بالأصبع أو مثلا تقول له انظر إلى طائرة في السماء وتشير إليها فلا ينظر إلى مكان التأشير أيضا الصفة الخامسة هي اللعب التخيلي طفل التوحد لديه صعوبة في اللعب التخيلي كما شرحت لكم في الدورة السابقة أن طفل التوحد أو الطفل اضطراب فرط حركة لا يفرق بين المزاح والجدية وهذا سببه نقص في فهم معنى التخيل ما معنى اللعب التخيلي بحد ذاته في بعض الأحيان يلعب بعض الألعاب الصغيرة لكن في مجمل الأحوال يكون لديه ضعف في فهم المزاح في فهم الكلام الملمق في فهم القصص التي لا تكون فيها مفهوم مباشر لذلك نقول بأن لديها ضعف في اللعب التخيلي عكس الطفل الذي لديه فقط تأخر نطق يكون يعرف كيفية اللعب بالعجين كيفية اللعب مثلا الرسم التخيلي وأشياء أخرى وكنت صورت لكم عدة أنشطة في هذا المجال الصفة السادسة هي الاندماج الطفل الذي لديه اضطراب طيف التوحد أو اضطراب فرط الحركة يكون لديه صعوبة في الاندماج مع الأطفال حتى أنه فيه أم قالت بأنه لماذا ابني ليس لديه صديق مقرب وسأشرح وأتوسع في هذا الموضوع أثناء البت المباشر القادم إن شاء الله في قناة الثانية مكتوبة اسمها في عنوان هذا الفيديو بالأزرق اسمها برنامج صحبة أمل أما الأطفال الذين لديهم فقط تأخر نطق أو كلام فليس لديهم مشكلة في الاندماج ونلاحظ ذلك في طريقتهم بالتواصل مع الأطفال بالإماءات بالرغم أنهم لا يتكلمون نلاحظ أيضا الانسجام أثناء اللعب مع أصدقائهم نلاحظ التواصل الجيد مع الآخرين أيضا الصفة السابعة هي الحركات التكرارية وكلنا نعرف بأن أطفال اضطراب طيف التوحد لديهم الكثير والكثير من الحركات النمطية والتكرارية عكس الطفل الذي لديه تأخر نطق وكلام لا يكون لديه هذه الصفة وحتى لو كانت هذه الصفة موجودة تكون خفيفة جدا بمجرد التعامل معهم وتوجيههم بالكلام تختفي وبسهولة الصفة الأخيرة وهي عدم التحكم في التصرفات ونلاحظ ذلك بتمسك الأطفال الذين لديهم اضطراب طيف التوحد بالروتين عكس الأطفال الذين لديهم اضطراب فرط الحركة فهم عشوائيون لكن الأطفال الذين لديهم فقط تأخر نطق وكلام تكون تصرفاتهم طبيعية جدا مثلهم مثل كل الأطفال الذين ليس لديهم اضطراب ولا نفرق بينهم وبين الأطفال الآخرين إلا إذا تعاملت معهم بالكلام فتكتشف بأنه غير ناطق لو سألت مختص تخاطب عن التعامل مع الأطفال ما هو الأسهل؟ الأسهل التعامل مع طفل تأخر نطقة أو الأسهل هو التعامل مع طفل لديه توحد فيجيبك المختص بأن التعامل مع الأطفال الذين لديهم تأخر نطقة سهل جدا وذلك لأن تواصلهم ممتاز لكن التعامل مع طفل لديه اضطراب فمشكل كبير لأن أولا تواصله البصري ضعيف ثانيا قدرته على الفهم تكون متوسطة إلى ضعيفة ثالثا حركته الزائدة والحركات التكرارية تكون كثيرة ومضطرب طوال الوقت لذلك التعامل معه دائما يكون كبير جدا لتعليم طفل لديه اضطراب يحتاج إلى وقت كبير جدا ويحتاج إلى صبر ويحتاج ليس فقط تنمية مهارات الكلام وإنما التعامل مع كل المشاكل الموجودة عند هذا الطفل لذلك قلت لكم لازم اتباع كل مراحل برنامج صحبة أمل لعلاج التواحد في أمريكا من الأول وليس البدء بتنمية مهارات الكلام وتجاهل المشاكل الأساسية التي هي أساس تأخره بالكلام المرحلة الرابعة من برنامج صحبة أمل لعلاج التواحد في أمريكا هي تنمية مهارات الكلام وعلاج أعضاء النطق يعني ترتيبها أربعة وليست المرحلة الأولى لازم اتباع المراحل خطوة بخطوة ولا تتجاهل أي نصيحة أو تمرين أو نشاط حتى تصل إلى نتيجة جيدة إن شاء الله وبفترة ممتازة إن شاء الله خطوات البرنامج أيضا بدأت بشرحها في القناة الثانية المكتوبة في عنوان هذا الفيديو كنت شرحتها قبل ثلاث سنوات وهذا الشهر بدأت أعيد الشرح لأنه فيه عائلات جدد ولم يستطيعوا التتبع معنا لذلك بدأت بشرح خطوات البرنامج من الأول حتى تستطيع المتابعة معنا وبعدها سأعمل دوارات وأشرح كل مشكلة وحدة كل مشكلة من المشاكل عند طفل التوحد أشرحه في فيديو مع عمل البت المباشر طبعا حتى أوجه العائلات وأجيب على الأسئلة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الإشعار ببدء البت المباشر أو فيديو جديد أو الفيديوهات القصيرة أو منشور على القناة في المنتدى ولا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وأعيدكم مبارك واتصموا بالصحة إذا صمتم في يوم وقوف عرفة سيامكم في الجنة إن شاء الله ونهاركم مبارك شكرا لجميع أي أسئلة أكتبوها بالتعليقات شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة